اهلا بكم مرة تانية فقرتنا التانية برضو متميزة جدا حتى لو كانت مرتبطة ايضا بالكتابة لان الضيوف متميزين ضيف اللي معايا النهاردة طبيب وجراح لكن يعشق الادب والكتابة والرواية وكافة الامور التي تختص بالسيكولوجية تختص بالنفس علشان كده كتابه عنوانه غريب شوية كتابه بيحمل عنوان المدخل لفهم سيكولوجية الانسان المهذب ايه الموضوع ايه الحكاية ايه اللي جابه الطب والجراحة للكتابة كل امور دي هنعرفها مع ضيف اللي بيشرفني النهاردة في الستوديو دكتور كيرولوس بهجت الكاتب شرفنا ونوارنا لازم اقول الكاتب انت النهاردة معايا كاتب مش طبيب كاتب وحاجة حيل وحاجة تشرفك بس دي محتاجة مهارات ودي محتاجة مهارات تاني والله مش عارف انا بحس ان الابداع عموما هعرف يطلع باي شكل اه طبعا الابداع الفني غير الابداع الموسيقي بس بحس كتمثيل كاخراج كتصوير مش كتصوير ككتابة يعني الحتة دي قريبة اللي هو الابداع الادبي عموما يعني عندي نظرية برضو اللي هو الممثر الشوطر لازم يكون كاتب شوطر لازم يكون مخرج شوطر يعني بس فيه حد بيمتلك المهارات دي كلها فيه فيه اه يعني فريد شوء ايه كان كان كاتب له اعمال متميزة جدا جدا وفيه في الزمن ده يعني انت مثل عندك واحد زي الفنان الله رحمه عزيزي تتبعوه في مصر دم هذا كان في كله طبيب وممثل ولا وموسيقى تلاقي كاميرا تلاقي تمثيل تلاقي فديس بس انت عندك الدكتورية حال فخرها بس يحال فخران الفناح حال فخراني تمثيله كتابة تمثيله طب انا بكلم كموسيقى يعني ميزة مثل فنان عزيزي تبعوه نرحمه لو كان موسيقى تلاقي دايس ففيه كويس يعني الكتابة كانت موجودة كانت موجودة بزور وخلي بلاك انا مثلا طب درسته الكتاب ما ما درستهش فزي اي حاجة بتبتلك تتعلن فيها لازم تهتم جدا بالفيدباك الخبرة والنقض ان انت تكتب فتسمع نقض فتطور من نفسك ودي ميزة السوشيال ميديا مون بس لازم تيجي الاول بقراءات في الاول لازم طبعا ايوه قراءت المين قراءات الاول الناس معقدين شوية سارتر كامو كانت مانوال كانت جون لوك جون سورت ميل الفلسفة كنت باوروا اكتر حاجات الفلسفة هيجل شبنهاور نيتشي الحاجات دي بتبني عندك زي بيز لاين كده طريق التفكير ده اللي خلكت انك انت تفكر في كتاب ويرتبط بالسيكولوجيا الزبط انا عاوز اقولك السيكولوجيا هقولك اللي حاصل اول مقالة كتبتها كانت على سوشيال ميديا كان اسمها العبث في الادب الروسي وكان فيه كاتب اسمه خراميس اه اه واحد بالغلط فالفجرة كلها اكتشافت ان العلم حلو بس لازم يتقدم بطريقة تاني فالفلسفة حلوة جدا بس انا كنت شايف ان الساعتها الاحلى منها علم النفس فبتيت اقرأ في علم النفس وخصوصا ان انا مثلا كنت محتاجة افهم نفسي مرت بكذا الموقف كنت محتاجة افهم نفسي فيهم بس ما كانش ينفع تطلع تقول النظريات بتقولها تلازم تبسطها فساعتها بقى اتجهت ان اقرأ مثلا من حاجة زي قليات الدفاع النفسي مثلا انا فرويد بنت سيجموت فرويد عقدة النقص الفرد اتلر كال يونج الحاجات دي اريكسون الحاجات دي كنت محتاجة اراها بس ارتها بصعوبة فحسيت ان انا عاوزة بسطها للناس فده اللي عمل بقى الكتابات بتاعت تبتيت اكتب السوشيال ميديا فيسبوك عموما الناس تصلح كرولوس الحتة دي تقيلة كرولوس الحتة دي معقدة كرولوس الحتة دي حلوة كرولوس الحتة دي مطلوبة لغاية ما بتقيت وصل لغاية اخر الكتاب ايوة المدخل اللي فهم سيكولوجية الانسان المهذب ده مش المهذب مالاقى المهذب 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 اهه محذبت لا مش المهذب المهذب ليه الكتابات بتاعتي فيها ميزة انها لازم تصدمك ما انت صدمت خدت صدمت من العنوات تكن توجد تانية بس مش عقول مفيش ضاعي مفيش ضاعي بس مشكلة مشاكل الثقافة في المجتمع ده ان الثقافة ماشي في حتة والشرع ماشي في حتة ومش الحل ان انت تفضل منفصل الحل ان انت تجيب الشارع بالثقافة الشارع عمره ما هيطلع يقرأ بس انت ممكن تنزله يعني انت مثلا لما تشوف المبدع نجيب محفوظ المحفوظ مكانش متعالي او كان ماسك اللغة بس كان بيكتب عبني كان بيستقدر مصطلحات شارع تيجي مثلا تشوف الثقافة المصرية تحس ان واحد زي المفكر احمد لطفي السيد كان بينادي باللغة العمية احنا دلوقتي مفيش وعي ده وجهة نظر انا ما عندناش الوعي النفسي عموما بمعنى ان انت بتلاقي السوليوكيات في الشعب المصري غريبة جدا وناس بتؤمن بافكار مش طبعية حرفيا وترجع في الدوافع هتلاقيه لها موضوع تربية المدخل اللي فيهم سيكولوجيات الانسان المهزق ببساطة ده بيتكلم عن الشخص اللي ما بيعرفش يقول لا الشخص اللي ما بيعرفش يحمي حدوده الشخص اللي بيكون تعبان ومتدايق وبالطبع ييجي على نفسه عشان مدخلين ده اخلاق او ادب او غرف الشخص ده مشكلته في الحياة ان هو تربى بقناعات غلط او افكار مغلوطة الشخص ده مش مهزق بس المجتمع بيوصمه ان هو مهزق فهو بيبتدي ياخد الانعكاز ده على نفسه الشخص ده مش مهزق الشخص ده قوي جدا مؤدب جدا مهزب جدا بس المشكلة كلها ان هو تربى غلط فانا انا بعمله في الكتاب ده ان انا باخد الشخص ده منه هو ظاهرة ربى ازاي انت بتاخده في شكل عمل ادب رواي لا مش ادب مقالي او فكرة تحليل فكرة مقالات وباخد الكتاب فيه خمس وصول او الفصل اسمه قناعات مغلوطة او زي مفاهيم بتكلم ان فيه اسس في التربية غلط يا حديك مثلا بسيط مفهوم زي الخصوصية يعني ايه مفهوم زي الخصوصية يعني فيه نظرية مثلا عند الاب والام المصريين ان هو مفيش حاجه اسمها ابني عنده خصوصية ده انا ممكن افتح ممكن افتح الباب اخش عليه عايز اقولك ان كان فيه ارتكيل بره اردتها مقالة بتتكلم ان لو انت ما ادركتش النقطة دي في الطفل هو صغير بيكبر حاس ان هو حقه متهكة يعني عديك مثل بسيط برده يعني فيه فكرة غريبة ان الزوج او الشريك الحقيقة لازم يفتش موبايلك او موبايل او هي تفتش موبايل يعني لا احنا الاثنين كيانين انت كيان وانا كيان لازم يكون فيه احترام لكيان ده ايه ما هو ببقى التفتيش ده ما تيجي تشكه ما ده غلط اما بقولك الفكرة ده العامة يعني فيه فيه فكرة غلط في المجتمع انا بقى بديك حاجه بسيطه جدا فيه نظرية ان وده المشكلة احنا مثلا بناعيشها دلوقتي مثلا التحرش ان البنت لو حد دايقها لأ خليكي مؤدبة وما تتكلميش لا ته غلط انت كيان بتكراس لفكرة الانهزامية فالمدخل اللي فيه مسيطولوجية الإنسان المؤذة بيبدأ بالإنسان هو صغير بالقناعات اللي دخلت في دماغه غلط تحت مسمى الدين والأعراف والأخلاق انت مؤدبة متعملش كده بيورسل فيه شرطة اللي بعد يسمو ناس مؤذية لأسف احنا فيه ناس في حياتنا ضحايا جناة وتبر عندهم انحرافات نفسية زي الشخصية النارجاسية مثلا الشخصية السايكوباتية الشخصية الهسترية فيه شخصيات للأسف يعني مثلا فلنفترض مديرك في الشغل شخص نرجاسي شخص سايكوباتي بلاش مديرك أخوك كبير الناس دي مؤذية الأنماط البشرية اللي موجودة السعاد بتكون مؤذية انا هنا الفكرة الغرض من الكتاب هل الغرض من الكتاب تثقيف المجتمع في فهم الشخصيات الموجودة ولا تعليم المجتمع في كيفية التعامل مع مثل هذه الشخصيات ولا ايه بالضبط اول حاجة المين ترجي بتاع الكتاب يا شخص يا مؤدب لازم تعرف ان فيه حاجة اسمها كيان وحدود مبقيا يا مجتمع لازم تحاول ما تكترش من النماذج المؤذية يا كلنا بقى نعرف ان كلمة لا دي كلمة محترمة جدا كلمة ما فيهاش اي نوع من انواع الغلط ان فيه حاجة اسمها حريات ان فيه حاجة اسمها واجبات ان فيه حاجة اسمها انا متدايق لازم اعبر عن نفسي فهو الكتاب ميكس من الكلام ده كله بشكل مقالات متقدمة بشكل بسيط عامي بس نفس الوقت فيها السابقة العلمية انت هل عملت استفتاء لردود الافعال من خلال السوشيال ميديا قبل ما تنزل في الكتاب اه املت ردود الافعال كانت حافز انك تنزل في الكتاب لقيت ده فعال لقيت ده فعال جدا طيب بعد ما نزلت الكتاب ردود الافعال بقى شكلها بقيت احلى يعني احنا في خلال عشرة ايام كنا وصلين للطبعة الثالثة ودي حاجة كانت عظيمة في مرض الكتاب وخصوصا ان اللون اللي ها بكتب فيه ما فيش حد داس فيه كتير ان هو انت بتكتب علم بس بسلوب شعبي يعني اللي هو علم النفس الشعبي اللي هو انت لغة الحوار اه اه او لغة كتابة المقار بالزبط يعني قريبة من ناس جدا بالزبط كويس الكراء انهم مرحلة سنية اكتر اللي هو من 18 ل 25 26 ده المين موجود طبعا فوق 25 26 وبفاجأ ان فيه وخصوصا ستات كتير قوي في الاربعينات والخمسينات بيقولوا الحاجات دي حلوة واحنا عاوزين نعلمها الولادنا واحفادنا وحاجة زي كده كويس يعني دايما بطبيعة الحال انت عارب بيجي لنا اراء نقدية ما بين الاجاب والسلب طبعا ايه النقد السلب اللي جالك لما انت بصيت عليه قلت صحة كان مفهود دا عدل دا بالشكل دا ولا دا ما حصلش ما حصلش عشان انا عشان نازل الكتاب بمر بكذا مرحلة اولا فيه مجموع تصدقاء لي انا بسميهم اللجنة حوالي مثلا خمسة اصحابي شغلي خمسة اصحابي من ايام المدرسة خمسة اصحابي مش عارف ايه امي اعمل مهم جدا فانا باعرض الكتاب الاول عليهم وهم بيدون الفيدباك فاهم قصدي اه فلما هما بيدون الرأي بصلح فبيكون عامل النقد السلبي ضعيف جدا ايه بس اخوة بالك يعني دا بيتوقف برضو على مين اللي بيقرى لان مين اللي بيقرى دي مرتبطة بثقافة مين اللي بيقرى بمعلومات مين اللي بيقرى بخبرات مين اللي بيقرى ما مفيش حاجة حتاجة للناس كلها يعني انت ما تبعت انا سألتك سؤال قبل ما نطلع قبل ما نصور بتلك انت درست علم نفس في اعدادي بتلك درست في تانية وفي خمسة فيعني اذا انت لما بتيجي تستعين بزملائك عندهم خبرات علمية لا وفيه زملائي مش اطباء اصلا ايه ده اللي انا بتكلم فيه انا فاهم اصدك وما فيش حاجة بتعجب الناس كلها يعني اكيد فيه ناس مش عاجبها وفيه ناس معترضة عالطريقة دي بس هو الفكرة كلها دي طريقتي فاهم اصدك يعني مثلا اكيد مش كل الناس مقتنعة بيه مية في المية اكيد فيه ناس عندها نقط علي بس دي طريقتك ده انت ده البرنامج بتاعك فنفس الفكرة ده انا ده الكتاب بتاعي ده طريقتي ده اسلوبي بحاول اوصل الناس كلها عشان دي رسالة يعني في الاخر الكاتب رسالة يعني الحمد لله انا الكتابة بالنسبالي مش اللي هي مش عاوز اقول شغلتي الكتابة مهم بالنسبالي بس انا كاكة دكتور جراحة في الجامعة كويس فشغلتي دكتور جراحة تمام بس الكتابة في الاول في اخير بالنسبالي رسالة انا عندي مسيج معينة انا مريت باحداث حوالي وناس حوالي كويس نفس وصلها لناس جميل هل ممكن الرسالة دي تتطور وتبقى في اطار درامي اتمنى اتمنى بس محتاجة طبعا تكون لها صياغة تانية اكيد ان احنا من كان في اطار درامي انا نفسي اصلا ان الموضوعات الدرامية الموجودة تتناول حاجات زي كتا يعني دي حاجة جميلة ان احنا نتناول حاجة زي مثلا مصطلح عقدة النقص مصطلح زي اليات الدفاع النفسي مصطلح زي مثلا 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 لغات الحب الخامسة وده مش مصطلح علم نفسي شوك بس في حاجة يعني نفسي نتناول مصطلحات نفسية سلوكية فلسفية في الاعمال الدرامي في الاعمال الدرامي نفسي طيب ما هو نفسي دي يبقى انت ما عاوز اقولك ان كتابت المقالة حاجة وكتابت الاعمال الدرامي طبعا واعي مستوعب انا واعي مصطلح انا بتكلم هل انت ناوي على ده نفسي انا نفسي بعيدا عن نفسي نفسي دي انا اتركنا نفسي دي يعني جاية من فكرة الامنية اه طبعا انا بقول يعني انت ناوي على ده يعني الفكرة في الفكرة في الناغي الفكرة في الناغي بس انا حاليا اشغال في الدكتورات اطبع الدكتورات اهم فقال في الدكتوراتي اطبع لا انا معاك لا لا خلص الدكتوراه بها الحمل كبير جدا لازم تخلصه طبعا ربنا وفقك طيب في حاجات جاية تانية يعني في مجموعة مقالات تانية جاية في كتاب اخر ان شاء الله انا مش عاوز ابطل كتابة بس يلفك الكلاء احنا دوب لسه خارجين من معرض الكتاب اللي هو الدورة الاخيرة اللي كانت لسه من اسبوعين فمستاني اعرف التعليقات او رأيك على الكتاب ده ما عنديش فكرة متبلورة لحاجة جديدة بس ان شاء الله هيكون فيها جديدة ان شاء الله حابب تقول ايه في نهاية اللقاء حابب اقول ان الناس اقروا مش لازم كتبي بس اقروا عموما الازمة اللي احنا عايشينها نتيجة ان احنا ما بنقراش نا اكيد والقراءة مش معناها ان احنا نمسك كتاب ونقرد نقرأ الراية اللي احنا نفتح ده فلما نفتح ده هنكون متقبلين لكل افكار فهنتطور هنفضل افلين على الكام معلومة اللي عندنا اللي تعلمناهم في الكتاب اللي تعلمناهم من التلفزيون اللي تعلمناهم من الناس اللي حوالينا مش هنتطور هنفضل زي ما احنا واحنا شايفيني فيه مشاكل في المجتمع او رغم تتحلق لما داي تفتح وتقبل افكار دكتور كرولوس نجيب شرفتني ونورتني اكيد اتكلف عشانقولكو ان اتكلمنا في الموضوع ده اكيد شرفتني انا ممسوس جدا شكرا لك شكرا لك في نهاية اللقاء بنأكد وبنقول طول ما انت جواك نقطة ابداع اسعى ان النقطة دي تبقى بحر كبير لان الابداع بالنسبة لك هيغير مصارك في حياتك وفي علاقاتك وفي تفكيرك نفسه تظهرونا في حلقات قادمة برنامجكم برا الصندوق في شباب كل يوم وبقول لكل السادة مشاهدين السلام عليكم اشتركوا في القناة